أكثر عشر شعوب عربية استهلاكاً للحم الدجاج. في المركز الخامس، ليبيا، 32 كيلوغرام لكل فرد في السنة. في المركز الرابع، السعودية، 43 كيلوغرام لكل فرد في السنة. في المركز الثالث، البحرين، 44 كيلوغرام لكل فرد في السنة. في المركز الثاني، الكويتو، 46 كيلوغرام لكل فرد في السنة. في المركز الأول، قاطر، 54 كيلوغرام لكل فرد في السنة. أكبر عشر دول من حيث سن التقاعد في العالم في المركز العاشر ألمانيا عند عمر السادسة والستين في المركز التاسع بريطانيا عند عمر السادسة والستين في المركز الثامن إسبانيا ستة وستين عام ونصف العام في المركز السابع أمريكا ستة وستين عام ونصف العام في المركز السادس هولندا عند عمر السابعة والستين في المركز الخامس إيطاليا عند عمر السابعة والستين في المركز الرابع أيسلندا عند عمر السابعة والستين في المركز الثالث اليونان عند عمر السابعة والستين في المركز الثاني الدانمارك عند عمر السابعة والستين في المركز الأول أستراليا عند عمر السابعة والستين ما هي الدولة التي تملك أكبر احتياط الليثيوم في العالم؟ في المركز العاشر، تشيك، مليون وثلاثمائة ألف طن في المركز التاسع، المكسيك، مليون وسبعمائة ألف طن في المركز الثامن، كندا، ثلاث ملايين طن في المركز السابع، الكونغو الديمقراطية، ثلاث ملايين طن في المركز السادس، ألمانيا، ثلاث ملايين وثمانمائة ألف طن في المركز الخامس، الصين، 6 ملايين وثمانمائة ألف طن في المركز الرابع، أستراليا، 8 ملايين وسبعمائة ألف طن في المركز الثالث، شيلي، 11 مليون طن في المركز الثاني، الأرجنتين، 22 مليون طن في المركز الأول، بوليفيا، 23 مليون طن أكثر عشر دول اكتئاباً في العالم المصدر آيتشامي في المركز العاشر ليتوانيا 5.42% في المركز التاسع إيران 5.48% في المركز الثامن المغرب 5.49% في المركز السابع البحرين 5.52% في المركز السادس تونس 5.75% في المركز الخامس فلسطين 5.75% في المركز الرابع البرتغال 5.88% في المركز الثالث إسبانيا 6.04% في المركز الثاني اليونان 6.52% في المركز الأول كرينلاند 6.61% أرخص عشر دول عربية من حيث ثمن البنزين في المركز العاشر السودان 0.700 دولار لتر في المركز التاسع العراق 0.649 دولار لتر في المركز الثامن عمان 0.621 دولار لتر في المركز السابع السعودية 0.621 دولار لتر في المركز السادس قطر 0.577 دولار للتر في المركز الخامس البحرين 0.53 دولار للتر في المركز الرابع الجزائر 0.34 دولار للتر في المركز الثالث الكويت 0.341 دولار للتر في المركز الثاني مصر 0.287 دولار للتر في المركز الأول ليبيا 0.031 دولار للتر أقوى عشر دول في إفريقيا عسكريا ثقافيا اقتصاديا وسياسيا 0.067 دولار للتر في المركز الثالث في المركز التاسع تنزنيا 0.077 دولار للتر في المركز الخامس نيجيريا 0.067 دولار للتر في المركز الثالث، المغرب في المركز الثاني، جنوب إفريقيا في المركز الأول، مصر أكبر عشر دول في العالم من حيث حالة الطلاق في المركز العاشر، الدانيمارك، حالتي طلاق فاصل ستة في كل ألف مواطن في المركز التاسع، أمريكا، حالتي طلاق فاصل تسعة في كل ألف مواطن في المركز الثامن، أوكرانيا ثلاث حالات طلاق في كل ألف مواطن في المركز السابع ليتوانيا ثلاث حالات طلاق في كل ألف مواطن في المركز السادس لاتفيا ثلاث حالات طلاق فاصل واحد في كل ألف مواطن في المركز الخامس كوبا ثلاث حالات طلاق فاصل اثنين في كل ألف مواطن في المركز الرابع بيلاروسيا ثلاث حالات طلاق فاصل أربعة في كل ألف مواطن في المركز الثالث أوروغواي أربع حالات طلاق فاصل أربعة في كل ألف مواطن في المركز الثاني روسيا أربع حالات طلاق فاصل ثمانية في كل ألف مواطن في المركز الأول المالديف خمس حالات طلاق فاصل تسعة في كل ألف مواطن أكثر ثلاثين اختراعاً من القرن العشرين غيروا العالم كلياً الراديو الطائرة التلفاز الحاسوب الهاتف سلم كهربائي هليكوبتر إنسان آلي رادار محرك نفات مايكروسكوب الكتروني قنبلة ذرية الليزر مركبة فضائية الأقراص المدمجة لقاح شلل الأطفال مضادات حيوية العلاج الكيميائي جهاز تنظيم ضربات القلب ماكينة الحلاقة مكنسة كهربائية أضواء نيون سحاب البنطلون محمصة فرن المايكرويف الترانزيستور قلم السيلوفان رقائق الشوكولاتة أكياس الشاي أكثر عشر دول حرية في إفريقيا في المركز العاشر السينيغال في المركز التاسع البنين في المركز الثامن جنوب إفريقيا في المركز السابع في المركز السابع غانا في المركز السادس ناميبيا في المركز الخامس سيجل في المركز الرابع بوسوانا في المركز الثالث ساوتومي في المركز الثاني موريتشوس في المركز الأول الرأس الأخضر أكبر عشر دول عربية في عدد رؤوس الخيول في المركز العاشر في المركز العاشر سوريا عشرة آلاف رأس خيل في المركز التاسع قطر 13 ألف رأس خيل في المركز الثامن ليبيا 45 ألف رأس خيل في المركز السابع الجزائر 49 ألف رأس خيل في المركز السادس العراق 50 ألف رأس خيل في المركز الخامس تونس 57 ألف رأس خيل في المركز الرابع موريتانيا 67 ألف رأس خيل في المركز الثالث مصر 85 ألف رأس خيل في المركز الثاني المغرب 173 ألف رأس خيل في المركز الأول السودان 794 ألف رأس خيل